اشتركوا في القناة سبب الاكتشاف العديد من الامراض المتواجدة في فترة اثناء الحمل وحلها قبل الولادة او الوضع من قبل المرأة الحامل للجنين وايضا ممكن نكشف عن نوع من انواع ايوب الانبوب العصبي مثل انقسام العمود الفقري كما يعني يمكن ان يكشف الطبيب عن الحمل المتعدد بناء على نتائج التحليل التي تم اخذها من الاختبارات ايضا ممكن ان يطلب الطبيب اجراء بعض الاختبارات الاخرى للكشف عن اي مشاكل او تشوهات في الجنين الفحص مهم جدا للكشف يعني عن اي نوع من انواع التشوهات الجينية او تشوهات الخلقية للجسم واي اضطرابات قد تحصل للجنين مثل اضطرابات متلازمة داون او الصبقي 18 او اي نوع من انواع اضطرابات مثل نقص المناعة البشرية اي نوع من انواع يعني الاختبارات ممكن تؤدي العديد من النتائج الهامة جدا للمرأة الحامل وللجنين ايضا الى هنا انتهى الدرس كان معكم من دكتور خالد بن سعد الحليبي وان شاء الله نشوفكم في درس قادم